التقى وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق مع سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث عدد من الملفات تم حل الاهتمام المشترك وخلال اللقاء أشاد وزير التموين بتطوير العلاقات بين مصر ودولة الصومال خلال الفترة الحالية كما نقش أليات العمل المشترك والخطط المستقبلية لتطوير التعاون في الملفات التي تدعم التعاون بين البلدين والمتعلقة بمجال تحقيق الأمن الغذائي وتبادل السلعي والتجاري من جانبه أكد سفير صومال لدى القاهرة أن الصومال بلد غني بالثروة الحيوانية والثروة السمكية ومن الممكن أن تستفيد منها السوق المصرية مؤكدا تقديم كل التسهيلات اللازمة لأي استثمارات متبادلة بين مصر والصومال